بمناسبة تذكر عيد الفن يعني انا دلوقتي عندنا مبادرات كتير زي ليالي مصر وزي مثلا مهرجان العالمين قدي بتشوفي مهرجان زي مهرجان العالمين ده بيلقي الدوق على منطقة صياحية جميلة وفي نفس الوقت بيوفر نفس الأجواء اللي احنا كنا مفتقدينها زمان الليل التلفزيون والحفلات مارينة فبتشوفي المهرجان ازاي وهل ممكن تشاركي في الفترة اللي جاية بحفلات انا اتمنى شارك فيه انا شفته السنة اللي فاتت كان عندي قرطاج كان مفروض يكون عندي حفلة لأسف لكن ظروفي كانت صعبة كان عندي قرطاج وشفت الحفلات اللي تعال هو فيه احلم العالمين انت عارف انا بروح العالمين انا واهلي من كم من امتى من سنة 99 اذا انت كنت شاف المستقبل بقى اقسم بالله ماما واخواتي بيجوا بنصيف العالمين وما فيش بقى لا مارسي ولا العسمة العالمين نفسها ولا من كل سنة بحر ومية ومالكيشة عقب اي حد بدون بحر ومية ولد اخواتي اطفال كده صغيرين واحنا بنروح انا بعشق هذا المكان وبقولهم من احلى بحار الدنيا ومن احلى بحار الدنيا اللي ممكن تشوفها انا شفت الدنيا شفت بلدان كتير قوي الربع لعالمين مفيش ايه البحر دا والجو دا والرملة دي والناس والحلاوة والاكل والفصحة والمصر حاجة تانية خبس بتشوفي القرار لتخصيص 60% من ارباح المهرجان اللي صالح غزة فلسطين وغزة الزائل انا ما عرفش المعلومة دي انا بعرفها منك دلوقتي ده رائع وقتر الف خيرهم يعني هو ده مش غريب على مصر مصر طول عمرها انا عملت غنوة نزلت من فترة كده كان مصر هي هي كانت بتقول على الكلام ده ان طول عمرها هي السند لكل الوطن العربي هي السند لفلسطين فده شي رائع جدا لانه فلسطين وغزة محتاجين المساعدة حوالي عشرين سنة اخر عمل سينمائي عملتي سيكوت هنصور سيكوت هنصور وكالنا كبرو تجربوها في الدراما كلمة سر فالتمثيل بالنسبالك يعني هواية ولا احتراف ولا يبصد لا بحبه يعني بعيش الحاجة يعني عارف انا لما عمل كليب ولا حاجة بعيش الشخصية وانا في الاستوديو بغني ببقى عايشة الشخصية دي خلس انتك تمثيلي فقط عايشاها انا مش مش قصدة ان انا تمثيلها لا حساها وعايشاها هو بعد سيكوت هنصور للاسف بعدها بكم سنة طبعا اول من نزل سيكوت هنصور كان وقتها احداث 2001 بتاعت نيويورك وبعد كده 2011 فالواحد همر بمراحل كانت صعبة جدا وانا مش من النوع اللي ممكن ويوه انا مالي لا انا بتأثر جامد وبتعب نفسيا الحاجات دي لكن انا دايما بقول انا عندي عشر كبير جدا للسينما للسينما اكتر من الدراما كمان يعني انا بموت في السينما وبحب المسرح الغنائي جدا مين اكتر مطربة بنسبالك نجحة في التمثيل مطربة مسلت طب مين مطربة مسلت الديني مين احف القدام يعني القدام شدية طبعا شدية وفيروس والجدد مين مسلت انغام مسلت هايفا كارول سماحة طب نقول مثلا شباب مثلا في تامر حسني في مصطفى لا تامورة تامورة رائع بص انا تامر بحبه انا متحيزة لتامر حسني عارف ليه لانه تامر فنان مجتهد جدا فنان موهوب جدا تامر بيخرج بيكتب بيغني بيمسل بيعمل استعراض على المسرح انا في رائيي في الوطن العربي دلواتي مفيش حد بيقدم اللي بيقدمه تامر حسني بجد بكل حب يعني احنا يمكن على المستوى الشخصي بيشوف بعد مره في الكام سنه يعني انا مش بجامله ولكن ده حقه تامر عمل سينما عمل اغاني عمل استعراضات بيخرج كليباته بيخرج افلام بينجح بيمسل لا برافو شابو